السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت من أشكركم في أمان الله وحفظه وتكون أموركم كلها بخير وعلى خير تكونوا جيدا جيدا في الابريباء في هذا الفيديو قررت أنني أختار معكم واحدة منهجية صراحة أكثر أكثر من رائعة و كنت أشكر من هذا الفيديو الأستيريالي من الغلالي التي قررتني في دوزيان باكالوريا وبالفضل ديالها من بعض الله عز وجل جبنا نقطة ممتازة في الفلسفة سو كانت منها أنكم تستفدوا منها بزاف و كانت من عليكم توفيق ندوز المنهجية أول حاجة كنبدأوا بها تحليل ديالنا هي المقدمة هذه المقدمة ضرورة تحتوي على عدة عناصر لأساسية هما القضية والمجزوء والمفارقات والإشكال نبدأ إن الفكرة الفاسفية تميز عن باقي أنواع التفكير بكونه تفكيرا شموليا يهتم بكل القضايا الإنسانية منها قضية أو تيمة مفهوم الغير بعشبارها موضوعا مطروحا للتفكير في هذا النص أو هذه القولة والحديث عن الغير أو التجربة أو التجريب هو في نفس الحين حديث عن مجزوءات كتذكر المجزوء الوضع البشري مثلا إلا كانت غير المعرفة إلا كانت تجربة وتجريب وتعريف كل من المفهوم يعني كتتعرف المفهوم والمجزوء وأساسيا ذكر المفارقات مثال الغير هو الأن الذي ليس أنا وفي نفس الوقت هو أنا شريكي في الجوهر البشري والمصير والغير هو المختلف والشبيه البعيد والقريب الصديق والقريب ومن بعد كتقول هذه العبارة فكل هذه المفارقات التي أحال عليها مفهوم كالذكر المفهوم جعلت منه قضية فلسفية ابتسمولوجية بامتياز أثارت جدلا ونقاشا واسعا لدى العديد من الفلاسفة والمفكرين حيث انكب كل واحد منهم لدراسته حسب زاويته الخاصة وكل حسب مرجعياته الفكرية والدينية وبهذا فإن التفكير في قضية الشخص مثلا أو الغير يطرح عدة إشكالات منها الإشكال المطروح في هذا النص أو هذه القولة ومن بعد كنت ذكروا الإشكال أو هذا السؤال باش نتقله لتحليل فما هي أطروحة صاحب النص إلك النص أو القولة وما هي حججها وإلى أي حد تبقى مقبولة انتقلوا دابل تحليل التحليل إحتى هو ضروري توفر لعدة عناصر اللي هما الأطروحة النص أو القولة إلا كان النص يعني الأطروحة دياله وإلا كانت قولة الأطروحة ديالها من بعد إن شاء الله نستمروا في تحليل دياله نستمروا في تحليل دياله وكيفما قلنا أن أول حاجة غامدة بها هي الأطروحة دياله صاحب النص أو القولة مهم كيف كانت تعاملوا معها هكذا تمثلت أطروحة صاحب النص في أن وجود الأغيار هو شرط ضروري لوجود العنا ووعيه يعني كتقول الأطروحة دياله نص أو القولة كتقول الأطروحة وقصد إقناعنا بصواب أطروحته نجد أن صاحب النص أو القولة قد اعتمد نصقا حجاجيا محكما يتجلى كالتالي من جهة نجد أنه اعتمد جملة من الأساليب الحجاجية نخص منها بالذكر أسلوب تأكيد نفي مهم كذكر مجمل الأساليب من جهة أخرى فبتأملنا للروابط المنطقية المشكلة لنسيج النص أو القولة والتي لعبت دورا مهما في تحقيق الاتساق والانتجام له نجدها تتفرع فيما يلي وكذكر الروابط المنطقية كما نجد أن هذا النص جاء حاملا نص أو القولة جاء حاملا لبعض المفاهيم التي يستوجب فهمها وتبسطها حيث استهل نصه بمفهوم كذكر المفهوم الأول مهم ما تذكرهش جل المفاهيم اللي كان في النص أو القولة يعني كتختاره المفاهيم اللي كتدلي أو اللي كتعبر على المجدوء اللي جا فيها هذك النص أو القولة هنا مثلا نخذينا مفهوم الآخرين وكتعبر على ذلك المفاهيم ثم استعمل مفهوم كذلك تذكر المفهوم ثاني ثم وظف كذلك مفهوم يعني يذكر واحد ثلاثة مفاهيم أو أربعة لقد عبر صاحب النص أو القولة عن موقفه الخاص تنذكر دب الموقف ودافع عنه من خلال أطروحته والمتمثل وتنقل خلاصات الأطروحة زائد الأطروحة المضادة وهو بذلك يتجاوز وينفي تنقل أبخي الأطروحة المضادة وباش نتقل المناقشة كنقل هذا السؤال فما قيمة هذا التصور وإلى أي حد يمكن القبول به كحل ممكن لمعالجة الإشكال المطروح وتنتقل المناقشة بالنسبة المناقشة احتهي كذلك لازم أنها تحتوي على عدة عناصر اللي هي تحديد قيمة تصور النص أو القولة ومنقارنة تصور بتصورات أخرى والنقد وتركيب خلاصة أول حاجة نبدو بها هي تحديد قيمة تصور بحكم أن الفلسفة تفكير حر لا يؤمن بالخطاب الواحد بل بتعدد الخطابات وتباينها ومنه فإن التصور الذي عبر عنه صاحب النص أو القولة منح أطروحته قيمة فلسفية والتي تكمن في إثارة إشكال حول قضية من أهم القضايا الإنسانية وهي تذكر المفهوم الشخص أو الغير كما أن لها قيمتها المعرفية لمساهمتها في إثراء وإغناء النقاش المثاري حول هذا الموضوع كما لها قيمتها النقدية والتي تتمظهر من خلال انتقاد وتجاوز الأطروح المضادة بالإضافة إلى القيمة المنطقية والتي تكمن في الإنتجام الداخلي والتماسك المنطقي بين من تلقى منه ومن تهى إليه نجد مقارنة التصور بتصورات أخرى إن التصور صاحب النص أو القولة يبقى واحداً من بين مجموعة من التصورات حيث يسانده ويداعمه تنقل مجموعة الفلاسفة المؤيدين أو المداعمين لصاحب النص مثلاً ديكارت هيكل ومواقف ديالهم تنذكر المواقف ديالهم ومن جهة أخرى نجد مجموعة من الفلاسفة المعارضين الموقف صاحب النص مثلاً سارتر تنذكر المواقف ديالهم كل هذه التصورات وبحكم أن التفكير الفلسفي يؤمن بتعدد الخطابات والتصورات وتباينها فإن كل هذه التصورات والمواقف تبقى مقبولة ولها أهميتها وقيمتها الفلاسفية أبخير أندوز التركيب خلاصة يعني هذا اللي قلناه هو النقط انطلاقاً من معطيات التحليل والمناقشة نستخلص أن مفهوم تنذكر المفهوم انطلاقاً من معطيات التحليل والمناقشة نستخلص أن مفهوم تنذكر المفهوم شكل موضوع نقاش فكري وأن التفكير في حل ومعالجة الإشكال المطروح أثمر تعدد الأطروحات وتقابلها حيث استأثر باهتمام الفلاسفة الذين انكبوا لدراسته كل من زاويته الخاصة وكل حسب مرجعياته الفكرية والدينية والثقافية وغيرها وكل هذه المقاربات تبقى مقبولة بالنظر إلى المرجعيات والمنطقيات المعرفية التي تحكمت في بنائها يعني المقاربات هي عزمة مختلف المواقف جالفلاسفة يعني كلها تبقى مقبولة بالنظر إلى المرجعيات والمنطقيات المعرفية التي تحكمت في بنائها يعني أن كل الفيلسوفة لحسب المعتقدات دياله كي يدلي بموقف دياله خاصة لحسب المرجعية دياله غير أن ما يمكن أن ننتهي إليه هو أن وتذكر عبارة عن موقف الخاص ديالك الشخصي وتدعمه والتفكير في قضيتي وكالذكر القضية اللي جاءت في النص أولى القولة يبقى تفكيرا مستمرا ومتجددا على مستوى الإشكالات والأطروحات والمواقف